يا صباح الخير مشاهدي ان تي ان مشاهدي نايل لايف اهلا بكم حلقة جديدة من نهارك سعيد لمدة ساعتين على الهواء مباشرة النهاردة 12 يناير 2012 خلاص كلها كام يوم ونبقى بيمر السنة على 25 يناير كل سنة وكل الشعب المصري طيب هنكون معاكم على الهواء انا وفادي ورانيا وصباح الفل يا فادي صباح الخير يا عادي صباح الخير يا فادي ازاي؟ ازاي كرانيا صباح الفل مشاهدينا صباح الخير حالة جديدة من نهارك سعيد ونهاية اسبوع حافلة جدا والاخبار كثيرة جدا بس كمان كانت نهاية اسبوع رياضي حافل تهانينة للزمالك لفوزه على الجونة وهارد لك للاهلي لتعادله مع الانتاج الحربي هنتكلم بالتفصيل في فقرة مهمة جدا مع استاذ عمر الدادير انه اخد الرياضي بجارية الاهرام هنتكلم فيها عن الحصاد الرياضي والمباراة بالتفصيل صباح الخير صباح الفل بصبح على كل مشاهدي قناة ناين لايف صباح برد جدا جدا النهاردة كلنا بردانين والناس كلها بردانة كل اللي لسه في البيت ومنزلش يدفق كويس قبل ما ينزل والنهاردة طبعا زي ما كان فادي لسه بيقول هيكون عندنا فقرات كتيرة جدا هيكون عندنا كمان فقرة مع الكاتب والسيناريست الكبير والستاذ عاطف بشاي هنتكلم معاه عن شكل الدرامة في الفترة المقبلة خاصة وانه كان فيه معضية يمكن قبل كده كتير ما كانش مسموح ان الواحد ممكن يتنقش فيها او يترحى في التلفزيون افتكر ان ده ممكن يكون يتغير السنة دي يعني هنشوف ان شاء الله اشكال مختلفة من الدرامة وهو هيقول لنا اكيد اكتر انت عارفها الفكرة انه فيه اشكال لك مكانت ممنوعة وفيه اشكال مسموحة احنا بس كمان يبقى عندنا تستقول اهم في الفقرة دي انا وانتي نعملها مع بعض يا رانيا النهاردة انه هل فيه اشكال تانية اللي هتبقى ممنوعة مع نموط تارات معينة بالمقارنة في تارات اخرى احنا احنا الرقابة في دمنا وهواية فاكيد يبقى فيه نوع برضو منوعة السلطة على الابداع نتمنى انها متبقاش موجودة بس هنونا نعرف فعلا في فقرتنا تفاصيل اكتر عن الموضوع ده ويكون كمان عندنا فقرة خاصة جدا مننا تقريبا زي ما قلنا بنمر بسانة على الثورة هنتكلم عن كتب الثورة اتعملت كتب كتير جدا يمكن قرينا منها كلنا شوية منها اللي معمول طباعة فقمة جدا وشيك ومنها اللي معمول بسيط ومنها اللي ليه علاقة بالافكار منها اللي علاقة بالصور هنتكلم عن كتب بالثورة كده فحصات زريف عن الكتب جاية بشكل عامل وكمان بابا ان احنا بنقول انه نهاية اسبوع حافلة جدا يمكن كان من اهم الاخبار اللي عدت في الاسبوع هي اللقاء الوطني بالازهر الشريف امبارح وحضر والبابا شنودة وشيخ الازهر ودكتور كمال الجنزوري وكان لقاء مهم لانه كمان تم التصريح بشكل علاج ان مصر دولة ليبرالية وحقوق الاقباط محفوظة وده كلام مهم انه هو يصدر من شيخ الازهر هنتكلم عن اهم التفاصيل ده غير انه كمان الخبر التاني انه تحويل 25 يناير الى عيد قومي وده ما بين دعوات للحجد اليوم 25 يناير والقيام بالثورة مرة اخرى وما بين الشكل العام والتحويل ده الى عيد قومي وما الى ذلك هنشوف الفترة اللي جاي هيكون فيها ايه هنتكلم عن ده بالتفصيل في فقرة الصحافة مع استاذ اشرف البرباري رئيس قسم الاخبار بجريد الشروع خليني بس كمان احنا طلعنا فاصل خاصة خليني بس اكر عشان ما تحسبش عينا من هنا في الاعلام التأكيد على مدانية الدولة مش لبرالية الدولة عشان احنا بينا حساسين شوية في المصطلحات فاحنا نازل نأكد انه الخطاب المبارح كان من دولة مدانية وانه النموذج الديني للدول الدينية ده ما كانش ناجح في اي حتة فده يمكن اهم حاجة من القاتل انت تكلمت عليها جميل نروح لفصل ودرجع لبتدي فقرة الصحافة خليكم معنا